خلنا بسألك مباشرة كابتن خالد هل الوقت مناسب لقروتس أن يستلم زمام الأمور في مباراة الحزم؟ شوفوا خي سلطان قروتس ليس غريب على البيئة الأهلية أو على الأهلية أول شيء أنا أحب أبارك لله لو أنت عاقد مع قروتس قروتس أنا أعتقد من وجهة النظر الشخصية أنه عشر سنوات الأخيرة قروتس كان أفضل من مثل الأهلية أو من قادة الأهلية قبل ما أتكلم أنا أوجه كلمتين بس لكابتن صالح المحمدي أتمنى أن لا تؤثر فيه تعاقد مع قروتس صالح المحمدي مشروع مدرب وطني سعودي ناجح مع خالد مسعد أتمنى من كل قلبي أنه ما يتأثر باللي حصل قروتس طريقة لعبة أربعة خمسة واحد هل الأهلي يفرط بواحد من المهاجمين؟ أم قروتس يلعب بأربعة أربعة أثنين هنا المشكلة اللي أنا قاعد أفكر فيها من سمعت عن تعاقد الأهلي مع قروتس طب لنفترض أن قروتس مستمر على قناعاته وبيلعب بمهاجم وحيد خالد العقيم نشوف من المهاجم اللي مفروض يبقى جانيني أو السومة؟ لا السومة السومة أفضل شوف يا سلطان أبو لطيفة السومة وقلتها أنا سابقا أفضل لاعب أجنبي جاء للسعودية بعد رفلينو من الآخر أقولها لك عمر السومة أفضل مهاجم أو أفضل لاعب أجنبي حضر للسعودية بعد رفلينو ثلاث بطولات مع الأهلي هداف الدوري أربع أو أربع بطولات آسف خالد فهل أجي تفهمي ألا ما أجد لا أجزع على اليوم حضرت مع مباراة أعوذ بالله يا شيخ خلاص أجل بلاشي نخش في هذه التفاصيل ونسمع رأي الجمهور لا بأعطيك بس بعض اللقاط يعني لعبة أربعة ثم يعني قروتس السيفي حقه مع الأهلي ممتاز لأبعد درجة بس هل طريقة قروتس راح يوافق عليها جانيني والسومة هنا النقطة علامات استفهام برانكو مشى بسبب وماجد يعرف وقلت له أنا النقطة ذي برانكو فشل بسبب عناد السومة وجانيني بس تصدق يا كابتن خالد بعيدا عن هذه النقطة أنا أحس أنه في خاطرك قروتس كل شوي تقول قروتس 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 قروس لا لا في خاطرك قروتس أنا كمية شوفا قروس 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 طائم نسمع رأي الجمهور